أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا جونسون أن جونسون بإجمالي 525 ألفا وستمائة جرعة وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء موضحة أن لقاح جونسون أن جونسون أثبتت فاعلية بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط وحصل على موافقة لاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء